مرحبا أنا رائد جرار مدرب وخبير معتمد من شركة أدوبي العالمية راح أحكي اليوم عن تطبيق إعادة التلوين أو إعادة تلوين الصور من خلال برنامج الفوتوشوب هالفيديو هيكون ضمن سلسلة فيديوهات مبادرة مني لخدمة المصممين بعنوان أنا بشتغلها بهاي الطريقة أو أنا بشتغلها هيك أنت كيف تشتغلها التطبيق اليوم راح يكون لتغيير الألوان من خلال أمر Adjustment اسمه Gradient Map الأمر موجود ضمن قائمة Image Adjustments أو فعليا اللي إحنا راح نستخدمه راح يستخدمه ك Non Destructive Layer راح يكون من ضمن Adjustment Layer فالتطبيق كالتالي هلا إذا إجتني صورة كانت Gray Scale أو طبقت عليها أمر اللي Black and White طبعاً لجريد سكيل لازم عشان أعيد تلوينها لازم أحولها إلى RGB أو CMYK لما بدي أغير اللون راح تطبيق ببساطة كالتالي راح أروح على Adjustment Layer وأختار Gradient Map بداية بدي أطبق أنا على الصورة هاي الصورة صدفة إنو هاي الصورة فيها ثلاث مستويات من الإضاءة في عندي ال Highlight وفي عندي المد تون وفي عندي الشدو فعلياً هون أنا بدي أطبق على ال Highlight أماكن ال Highlight لون وعلى أماكن المد تون كمان لون وعلى أماكن الشدوز لون فهون بدي عسبين مثال السماء بدي أعطيها اللون الأزرق هاي اخترت عسبين مثال هاي الدرجة المد تون نفس الفكرة بدي أعطيها الدرجة وليكن وهي الشدوز هلا فعلياً هون أنا طبقت ثلاث ألوان وطبقت على الصورة عشان أعطيها إيحاء أكتر بالإندماج أنا بدي أطبق على هاي الصورة اللي هي اللي بلندينج مود اللي اسمه كيلر في حالات أخرى مش شرط نطبق لبلندينج مود دايريكت رح تتغير معنا ألوان الصورة بالألوان اللي إحنا بدنا إياها بس أنا بدي أطبق هلا اللي هي نظام الكلر هلا هون عشان أحسن بعض المستويات من الألوان بدي أرجع على اللي جريدينت ماب بدي أعمل أعمل أعدادات باللي جريدينت إديتر لتغيير الألوان الفكرة ببساطة التعامل مع هاي العلب الألوان إحنا بدنا نحرك مكان الهايلايت بدي أزيد كمية الهايلايت عشان تبين معاي السماء أكتر ويبدأ يقرأ من مساحات تانية لما حركت اللي هي المناطق أو الألوان الخاصة بالهايلايت أخذت من أماكن الميت تونز وزاد اللون الأزرع في بعض الأماكن الموجودة هون هلا ببساطة التعامل مع اللوكيشن هون ببساطة بمسك الميت تونز وبرجع بزيدها هاي الحكي كأيديتنج على اللي جريدينت إديتر مش شرط انه نعمل هيك لكن بحسب حالة الصورة فأنا صدفت عندي بهاي الطريقة فأنا بحاول اني أتلعب باللوكيشن عشان تعطيني إضاءات وألوان أفضل وببساطة من دون أي سيليكشن أنا حصلت على النتيجة اللي بدي إياها بالتلوين التطبيق ممكن أنه يكون على أجزاء من الصورة يعني أنا هون ما اضطرت أعمل سيليكشن هلا في حالات أخرى أنا ممكن أني أكون بحاجة لعمل سيليكشن فهنا ببساطة إني عملت سيليكشن على هاي الجزء وطبقت عليه لجريدينت ماب لإعادة التلوين وهلا نفس الفكرة إذا كان عندي أكتر من جزء أنا ممكن أطبق سيليكشن على جزء جزء موجود بالصورة وأعمل له إعادة التلوين من خلال أمر لجريدينت ماب فهي عسبين مثال السماء وهي الشجر وهي المنطقة الأرض اللي تحت هلا هون حتى ببساطة إني بدي أعمل تست بسيط على اللي هي السماء شوف كيف تأثير الغيوم أو إذا بدي أغير شوي على اللوكيشن كيف الإيحاء اللي ممكن يعمله اللون الأبيض اللي هو على أماكن الهايلايت بزيادة الكميات إذا كنت حابب أخفف الكميات فأنا اضطريت هون تلعب في منطقة الميت تونز لتخفيف هاي الكميات ممكن أعطيها ألوان تبين أغمى كغيوم هاي ببساطة تطبيق إعادة التلوين من خلال لجريدينت ماب أعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة